السلام عليكم اليوم راح نشرح محاضرة رقم 15 اوكي اتمنى تحذرون المحاضرة يامكم تكون جاهزة حتى نبدي نشرحها سوية اليوم راح نرجع نشرح عن الاريا ملتبل برايماري مولار لوس بالحقيقة انا شرحت لكم اللوكل انيستيزيا انطدكم ياها محاضرتين لانه خفت له يعني ممكن انه ينهون السنة واحنا ما ماخذي اللوكل انيستيزيا فالموضوع اللوكل انيستيزيا موضوع هو فعلا لطيف بالنسبة لكم نوعا ما لكن بنفس الوقت مهم جدا لذلك حبيت انطيكمية يعني تجنبا انه ممكن يعني خفت له تخلص السنة واحنا ما ماخذيه هسا راح نرجع نحتي عن الاريا ملتبل برايماري مولار لوس هذي حتنا عنها بالتايبس برايماري ملتبل برايماري مولار لوس ممكن استخدم برايماري مولار لوس وممكن استخدم ملتبل برايماري مولار لوس وممكن استخدم برايماري مولار لوس لي على السكسات بالأبر طبعا ومن يكون عندي ممكن استخدام من يكون عندي ملتبل برايماري مولر لوس اون وان سات واحيانا يقول انه ممكن الشايلد يفقد كل اسنانه زين بعمر بالبري سكول ايت شايلد يعني بعد مصارس السنوات وفقه يفقد كل اسنانه يعني مختلف الاسباب واحد نوعدهم مثلا يكون عنده رامبينت كيريز فنصدر انه نشيل كل اسنانه ونسوي الى كومبليت دانتشار نجي هسا نحسى نحسى عاللوس افيرس بيرمننت مولر فيرس بيرمننت مولر اللي هو السكس سواء كان الابر او اللور سكس احنا كنا نعرف تعرفون اهمية اهمية السكس اهميته من ناحية المستيكيشن كفانكشن واهميته السكس بالاكلوجين احنا الاكلوجين عندي يعني بالاكلوجين فالشي جدا مهم بحيث احنا نقيسها اما يعني على الكنين اريا او نقيسها على السكس بحيث على الاساس احنا حتى نسوي كلاسفكيشن كلاس 1 2 3 بالنسبة للأكلوجين احنا كنا نعرفوا بهذا الشيء احيانا البيشنط وهي خصوصا يصير بالنسبة للبيدو انه يبدي الليجين بالسكس يكون انسيبيانت انسيبيانت يعني ما تنتبه يعني هو تكون مشكوك بامرة ما تعرف انه هذا هو كيريز لو مو كيريز اوكي ويمشي كيريز رابد لي بدون ما يحس علي البيشنط بدون ما يحسون علي البيشنط ممكن يصير اندي بلوب اكسبوجر في فترة قد تكون سكس مونس اوكي واحدة من الاسباب انه هو ليش دايصر اندي هذا الاجرسيب الكيريز البروغريشنط واحدة من الاسباب المهمة انه هو التوث هو نيولي ارابتد توث بالبيدو نيولي ارابتد فبعدها هايبو منرالايز هايبو ماتشور توث اوكي هل منين ياخذ مني ياخذ منيراليزاشنط احنا ذكرنا هذا الشيء ذكر مرة حتين عمو ما ياخذ منيراليزاشنط مثلا من السلايفه ياخذ منيراليزاشنط من المتجمّة الترقبوا لو ميشربها اوكي فهو haypominalised haypomature tooth منيصر بي كيريز زين يمشي كيريز بسرعة والسبب الآخر أنه الاهل ما يدرون اناهو هذا permanence فما يديروا لابال من يشوفون صار بكيريز ما يديروا لابال خصوصا يقول أنا ابني ما وقع سنة ما بدل وهو بالحقيقة السكس يطلع بدون ما يصر عندي شهدنج لأي برايماري توث لأنه الدي والإي منه السكسسر زمالتهم منه البديل مالتبل البرمننتيس هو الفور والفايف وإحنا يعني من رب العالمين يكبر الجو يصر عندي مكان يطلع بالسكس ومو بس السكس والسكس والسكس والأيت لذلك الأسنان الدائمية هي عددها أكثر من الأسنان اللبنية فهم ما يهتموا لأي سر بكيريز ما يهتموا لأ فعبالهم هو برايماري توث زين شون التغييرات اللي تحدث ممكن أن تحدث إذا صار عندي لوس للسكس ممكن يصر عندي دمنيش لوكال فانكشن أكيد لوكال لوكال يعني يقصد لمكان السكس نفسه من ناحية من ناحية الوظيفية راح قاني راح تقل من ناحية مثلا سواء كان يعني من ناحية المستيكيشن من ناحية النوترشن يأثر على الباشن نفسه الأوكلوجين دريفتنج أوف تيث طبعا دريفتنج أوف تيث راح يصر دريفتنج للأجيسن تيث الموجودة عندي زين النقطة الثالثة كونتينيو الروبشنس أوف أوف تيث التوث اللي بالأبا مثلا عندي لوس أوف السكس اللي هو باللوار أشوف التوث المقابيلة السكس اللي بالأبر راح يصير بي تصير بي شوف التوث أطول من الباقية و رابد ما تيصر لأن ما كو قدام السكس المقابيلة انقلع نجي الثالثة ما راح يصير بالنقطة الرابعة الثالثة يقول حتى لو هو ما طالع انقلع زين فأشوف إيش راح يصير بي نصيح لإحنا إذا انقلع ممكن يصير عندي كومبليت بودي موفمين خصوصا يعني إحنا دا نقول إنه هو مطالع فهذا أشوف من عمر الثمانية إلى طناعة السنة هو مطالع السبن والسكس انقلع فأورادي راح أشوف السبن راح يبدأ يتحرك ويتجه يأخذ مكان السكس ميجي موفمين بهالحالة إحنا نصيح لكومبليت بودي موفمين لأن تماما عن رابط هو التوت راح يجي يأخذ تماما كومبليت راح يجي يأخذ مكان مكان السكس أوكي بالأولدر تشلدرين ما راح يصير هذي كومبليت بودي موفمين راح يصير عندي دريفتينج ما يجي لي المن للسبن لسبن طالع يكون سبن طالع بالأولدر تشلدرين وجينا احنا قلعنا اللاز السكس فاشوف انه راح يصير بيدريفتينج ميجي أو ممكن الدريفتينج يصير يعني مو كومبليت بودي موفمين سوى انما راح يصير بودي موفمين يعني راح يتحرك ميجي زين النقطة السادسة يقول بالرغم انه البريمولرز كريتس أمون البريمولرز شنو وضعهم راح يصير بيهم دريفتينج زين وين راح يكون دريفتينج مالتهم دستلي يقول انهم صح اكثر شي يتعرضون لانه وليش انهم بصف السكس صح اكثر شي ما يتعرضون يصير بيهم دريفتينج دستلي بس بالحقيقة راح يصير كل الانتيريار سيجمين بنفس الكويدرينز راح حيصير بيهم يعني دريفتينج او شفتينج يكون دستلي بحيث انهم مثلا نقول البيش تريد تفحص الوكولوجين مات احنا دائما نستخدم عبارة انه اذا فعلا موجود هذا الشي شفتينج من المدلاين ليش لانه الاسنان الانتيريار عندي اكستراكت التوث بها السايد الاسنان الانتيريار كل هات المكان اللي ترك سبيس افتر اكستراكشن زين فيصر عندي شفتينج بالمدلاين زين اوبنز بالنسبة للنقطة السابعة يقول انه هو مو فقط رح يصر بيهم البريمولر رح يتحركون دستلي وانما ايضا يصر بيهم روتايشن هاي غالبا اللاحظة هم يتحرك دستلي وهم يصر بيها بي روتايشن وبالنسبة للأبر يتحركون از وان يونت يعني از وان يونت يونت نسمي يتحركون دستلي وباللوار صح يعني باللوار ايضا يتحركون دستلي لكن سبريت يعني الفور والفايف كل واحد يتحرك وحدة بينما بالأبر نشوف هم يتحركون قطعة وحدة اثنينات هم يروحون دستلي وبنفس الوقت يصر بيهم روتايشن اوكي نزين النقطة الثامنة ويندي ماكزيلاري فرست برمانت مولار لوس اتس هاي هم ذكرنا هايصر اندي ارابشن بالأوباسي سايد يكون فاستر نزين وبالنسبة للأبر بروسس راح نفقدها من نقلع التوز راح تتأثر للأبر بروسس وهذا مثلا من اجي اريد اسوي لأبر بروسيس ممكن يأثر على الموضوع على الجهاز اللي راح نخلي على بروسيس صار عدنا اكستراكشن فريد نجي نعرف سوينا اكستراكشن لازم هالثاني عرف شو سوي ازين انا يعني برأيي انه هاي الكيسات طبعا هاي تعرضوا لها فاريد اشرح لكم فد شغلة مهمة بالنسبة للسيكس انه بالدسيجن اوكي بالدسيجن بالدسيجن اوكي اوكي عندي هذا الشي كلش مهم الدسيجن صحة سوهنا انا ما حاتش لكم كلش على الدسيجن بس راح نبدي راح احتي لكم على موض وراها تعرفون يعني الفكرة هس عندنا نقطة رقم واحد اذا قلع نحن 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 وحدة وحدة اذا قلع السيكس قبل ما السيبن يطلع اوكي عمره صغير طفل والسيبن بعد مطالع و سوينا اكستركشن للسيكس يقول انه اكفد اكسلن تشانس انه السيبن راح يجي ياخذ مكانه اوكي راح يجي السيبن كما ذكرنا قلنا يصد مكان السيكس خصوصا باللور العفوان زين فهنان راح يجي القرار يقول انا راح اقرر اما انه اخلي السيبن يجي اتركي اسوي اكستركشن للسيكس واعوفه اخلي يجي ااخذ مكان السيبن ويسد المكان زين او انه لا انا اقول لا لازم انا احافظ على مكان السيكس واخلي السيبن يطلع بمكان الصحيح زين in upright positions وهذا يعتمد may influence هاي العبارة الاخيرة اللي راح نشرح عليه may be influenced by the presence of a third molar of normal size هذا يعتمد على شنو القرار ماتك على third molar هذا القرار راح يعتمد على وجود third molar زين ستت راح يقول اهو بيدو صغير وبعد سبن مطالع يعني عمر احتمال جوز ثمان سنوات ما بين ثمان والثمان السنة شنو الفكرة بهالم موضوع الأيد اللي يصير مثلا هزا من يجيني patience شون أنا أثنطي decision for extraction or not list سبب مطلوبة نعم من عد كم بس حتى هذه العبارة تفهموها وممكن تفيدكم حياتكم العملية بالمستقبل من يجيني مثلا patient أشوف عند lower six مثلا بالlower right side على سبيل المثال اشوف عند lower six يعني badly curious lower six badly curious فأني اش رح أفحص أول ما رح أفحص رح أفحص ويا أشوف upper six هو هو إجاني lower six أفحص upper six بنفس sides وكي وش رح أخلي بالي من فحص رح أخلي بالي extraction أفحص upper six بنفس sides إذا لقيت هم من بد كرياس فأخلي بالي extraction زين إذا لقيت الأبر six بنفس sides ما بي شي sound فإن من أروح أروح أفحص lower six بال other sides أوكي اللي هو بال left side شف تبال الكرياس رح أرجع أخلي بالي extraction زين ليش دار أسوي آني دار أسوي balance وما أعتمد أوكي مثلا لقيت الأبر six واللower six عني عندي ثمينات هم بدلي كرياس ما رح أقرر رأس اكسو ش رح أسوي رح أدز أو بي جي أشوف وضع الآيد زين هو صغير الآيد يطلع به العمر يبين الآيد بهذا العمر يبين الآيد بال أو بي جي بال إكسرا يعني أوكي بس للسهولة أخذوا أو بي جي لأنه يعني يعذبوكم الأطفال بالإكسرا خصوصا منطقة بعيدة أوكي ف اللي داي صير شنو لقيت اللو السبن موجود بعد مثلا عن اربت زين والأيت موجود وبجهت يعني الأبر واللو عندي فبهل حالة ش رح أسوي رح أقرر إكسرا لللو سيكس ولل أبر سيكس إثنين هم بدلي كرياس من رح أقلعهم ميش رح يصير رح عفوا رح يصير عندي شفتن بالميد لين بنفس الوقت للأبر جو للأبر ولللو رح رح يصير عندي شفتن بالميد لين اثنين هم بهالحالة أنا مغيرت الأكلوجين وبنفس الوقت مستقبلا رح يطلع السفن ياخذ مكان السكس الاكستراكتت ويجي الأيت ياخذ مكان السفن بينما لو شفت بالأكسراي ما لقيت أي أثر للأيت الأيت ما موجود عندي ما لقيت لأثر لا فكر بغير يعني فكر بغير حل لأنه وهس رح نجي بعدين يعني ما أريد أنطيكم كلها حتى لت تصير هوس عليكم بس أريد أوضح لكم الفكرة يعني أكيد إن شاء الله فهمتوني إذا الأبر ما بيش هذا القرار أنا أجي على الأور بالأثر سايد ودائما أول ما تفكرون فكروا بالأبر ليش ما أفكر سنين بنفس الأرج إلا إذا اضطرت أوكي إن شاء الله تكون الفكرة يعني واضحة نجي هسا نكمل إذا فقدت أشوف السفن موجود السفن موجود طالع وفقدت يعني ما رح يصير إذا أقلع بكل حالات ما رح يصير عندي كومبيت بدلي موفمنت للسفن مصحيخ فإذن أنا بيش رح أفكر هسا رح أفكر رح أبدي أقيم الموضوع من نظرة تقويمية أوكي إن شون رح أبدي أفكر رح أبدي أفكر النقطة اللي هي رقم أي كاتب لكم مختصر مفيد لها الجملة مختصر مفيد لها الجملة يعني شوف البيع يحتاج يحتاج أورسو عندك راودينج بشكل عام عندك راودينج مثلا يحتاج أورسو بغض النظر عن البيع اللي ترك لي السكس بهذا المكان اللي قلعدة هو البيع بشكل عام يحتاج أورسو فإذا يحتاج أورسو وأني عندي سكس أدسل أورسو دون تست وهو بعد راح يفتصل ويا ويعدد لي وهو يسد لي سكس هاي وين داحتي آني هسا داحتي بحالة السذن طالع ما عنده كراودينج بيشن ما يحتاج أورسو راح أبدي أفكر بنقطة رقم ب أحتاج آني يبقى عندي أبقي هذا السبيس يحتاج أبقي هذا السبيس إذا يحتاج أبقي السبيس محتاجة آني فإذا أسوي لأ بروسيس مثلا بارشي يعني إذا سبيس مانتينر مزح إلى أن يكبر سنة أمراض منطعة السنة ممكن أسوي لأ إمبلانت بالمنطقة حسب الكيس طبعا يعني كل كيس لها لها خصوصيتها من أتعامل وياها سعيد أحتيكم إن جنرال وشو نتفكرون بالموضوع أوكي زين النقطة السي إذا مثلا محتاج أريد ينسد فشو نرجع يعني النقطة رقم الثلاث أو سيل عفو شو إذا محتاج السبيس وأريد ينسد السبيس زين فأعوف رح يجي السيكند سمولر رح يجي ياخذ مكانه حسب ظروف الكيس يعني حسب ظروف الكيس جوز يعني مثلا عندي الأبر هم قال السيكس مصحح جوز يعني بالأبر وباللور نفس السايد ثنين عدهم قال أين السيكس فرح يصير دريفتينج ميجيالي للسيبن أبر ولا وار ماشي زين تليتر تشويس بزوف زمور ساتسفكتوري إيبن سو بي أدفرنس يقول أحيانا حتى أنا أحل مشكلة أنه اختلاف بالنمبر أوف مولار زين بالأوب زين قارش مثلا قلعة بجهة ومثلا باللور والأبر بقى طبعا المولارات عدد أكبر فإيقول ممكن أنا بها الحالة حتى تكمبينسيت فور ديفرنس حتى أحل هذا الاختلاف اليسار ممكن نقلع الأيت أشير الأيت يعني أكي قلت لكم تبقى كل بيشن وكل كيس إلى خصوصيتها فبس أنه خلوا ببالكم بدون تريتمين بدون تريتمين The second molar will tip forward within a matter of weeks الحركة ما 7 مش وقت تكون إذا قال 6 رح تكون يبدي يتحرك ويصر بي drifting ميجول within weeks طبعا الأسابيع زي الآخر options منقطة رقم 3 أنه ممكن نسوي auto transplantation of a third molar شخصة دهن أنا auto transplantation يعني أشيل الثرد مولار وأجي أزرع أخلي مكان السيكس طبعا يعني هذه واحدة من الحلول بغض النظرة أنه هذا الشي هو يعني هو سهل أو لا برأي الكم أو برأي الpatient بس هذا يعتبر هو واحد من الحلول نحن 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 نبدأ من بيرث من بيبي إذا ملاحظين منتبهين على الرج من نيو بورن بيبي شون أنه طبعا تكون رفيعة وتكون قوية فرم وأكيد ما بيها تيذ يعني بعض الحالات أنه يعني مع نحن بالأنومال يزل يكون يجي البيبي يكون عند نيو 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 نحن سائب العام العام أنه عام وزاو تيذ والرج تكون فرم و يعني بمرور الواقت كل ما يكبر كل ما رح تكبر ويا الرج وكل ما تقوى وتكون أكبر وأعراض إلى أن بعدين تبدي تظهر الأسنان ونحصل على الفينال shape with size with the jaws اوكي الديبلوبمنت of occlusions can be divided into the following developmental period أن أقدر أقسم أنه الأقلوجين شو نصر بي عندي development أقسمها بشكل مراحل period البيريد الأولى اللي هي الpre-dental period قبل ما تظهر الأسنان بحيث أنه هذه البيريد this period after birth during that the new night does not have any teeth ما عند ما عند أسنان هذه تظهر لاز for six months after birth هذه المرحلة عادة تستمر لمدة ستة أشهر شنو الكاركتريستيكس فيشار زمالتها أنه القلب للرج شكلها زين يتوجب أنه من أشوف الشكل للرج فتكون بها فالكاركتريستيكس فيشار واضحة أنه تصبح لها gun pads gun pads مثل يعني أشوف بها مرتفعات فإذا هس أنا عندي هنا الpre-dental period اللي هي المرحلة اللي يكون النوب بورن بيبي ما عند أسنان تقريبا تستمر لأن يطلع التوث تقريبا ستة أشهر شنو أقدر أصيح لها شنو الكاركتريستيكس فيشار من هذه البرج أنه الالفولار رجمالتها نصيح لها كإنما gun pads شنو الوسائد وكفة مرتفعات نشوفها بالبرج البرج الثاني هي Deciduous Dentition period Deciduous هي مرحلة الformations ذا والرابشن أيضا of Deciduous Dentitions إذن هي مرحلة formations أيضا إذن من ينتبدي من ال Intraeuterial Life إذن هي مرحلة الانشياتي 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 primary tooth buds that occurs during the first six weeks of Intraeuterial Life إذا أحد يسألكم شوكت تتكوون الانشياتي of primary tooth buds from the Intraeuterial Life يعني البرغنانت تكون مثلا pregnant بشهر ونص اللي هي ستة أسابيع بهذه الفترة هو ضيب deformations of primary teeth okay the primary teeth begin to erupt زي نحن قلنا الفور ميشن small tooth buds of primary teeth تكون بست أسابيع Intraeuterial Life زين وبالنسبة eruptions of permanent عفوا primary teeth يكون تقريبا ستة أشهر after birth okay تبدأ تطلع أدنا الأسنان اللبنية الاربشن شوكت يخلص مال كل primary teeth من ضمن هم second molar تقريبا بعمر ثلاث السنوات من عمر الطفل مو فقط يكمل eruptions وإنما حتى formation نشوف التوت همينا يوصل second primary molar هم يوصل occlusions وهمينا roots مات تكون completely formed okay هسا يجي على mixed dentition period هاي تقريبا mixed يعني شو نوع عندي primary permanent هاي تقريبا بعمر جد بعمر 6 سنوات من يبدي يطلع عندي first permanent molar بحيث صار عندي هاي period هي mixed dentition period اوكي فإذا موجود عندي primary وال permanence المرحلة الرابعة اللي هي permanent dentition period بهال مرحلة من أنه كل primary teeth تتحول يعني يصل بها shedding ويصل عندي eruptions of permanent teeth فبهالحالة characterized by the presence of all permanent teeth نصح لها permanent dentition period اوكي فهذه هي عندي اربع مراحل development نجي سنشرح deciduous dentition periods اوكي و بشنو deciduous dentition period احنا ذكرنا انه تشمل حتى بداية الـ ب intra uterial life اوكي فهسا نجي نشوف شون characteristics features of deciduous dentition periods اللي راح احجي بها السآني على منه عن deciduous dentition اول شي النقطة الاولى اشوف اكو spacing بال deciduous dentition اذا شوفون هذه this is common very common الصوح لها physiological spaces او developmental spaces تكون موجودة بين primary dentition اوكي من اشوف بيدو واشوف اكو يعني اسنان لبنية بين هذه spaces مو معنى هذا شي موزين بالعكس هذا شي normal this is physiological or developmental spaces اوكي اما the most prevalent space كلمة prevalence prevalent هذا مصطلح احصائي من prevalence prevalence ما اخذيها صف صالح طبعا بالcommunity اي ما اريد ادوغكم بي هو مصطلح احصائي يعني الاكتر او اغلبية spaces اللي عندي موجودة ورح تكون تكون ميجيال لل primary canine بالمجزلة يعني ال upper sea يكون عندي space موجود بيها ميجيال لل upper sea اكو space ما بين ال upper lateral زين وال اللي هو ال upper b تحشي ساعد سيدي و upper sea medial upper sea و distally lower sea بالنسبة اللوار وين رح يكون هذا space يكون موجود distally هاي الخاصة بال canine area شو نسميها نسميها primate spaces or or anthropoid spaces نصح لها primate or anthropoid spaces نشوفون هذا المصطلح هل هذا هو development هذا خاص بال canine خاص بال canine إلى تسمية خاصة أما البقية فنصح لهم developmental spaces الباقي لأسنان أوكي هذا anthropoid خاص بالcanine positionings and relationship with opposing arch على موض من يطلع الpermanent canine يلقى أكو space إلى خاص أو حتى سواء أبر أو لور فالother spaces نصح لهم developmental spaces play an important role in development of permanent dentition وإذا الطفل أشوف ما كو spaces بين أسنان ذين فالصوح لها closed space or non space dentition بهذه الحالة سأتوقع أن هذا الطفل مستقبلا سيصر عندما occlusion إذن الطبيعي وأنه eruptions يكون normal أسنان تقعد حلوة والأسنان مضبوط من أشوف أكو spacing ما بين primary dentition الشيء الثاني اللي أشوف بال deciduous dentition period الشيء الثاني المهم اللي اللحظة هو shape of dental arch يكون wide u shape the primary dentition dental arch ما لتكون يكون wide u shape والأسنان تكون بين أكو spaces زين نجي النقطة الثالثة terminal plane relation of the deciduous molars اللحظ أنه كون terminal plane relations يعني علاقة سطحية اللحظة لحظة occlusions ما deciduous smaller هذا شيء طبيعي لأنه شنو عندي deciduous smaller المورفولوجي مالتها الاناتومي ما توز يخدم عن permanence ما عندي الكسبات العالية فلذلك يكون relation مالتهم سطحية يعني terminal plane relations of the deciduous molar عند يكون deep bites وهذا أيضا علاقة بالشيء مع المولار أوكي flat curve of sp curve of sp مفوض يعني ما خليب الأرثو اللي هو shape مع mandible teeth تكون بشكل شون concave concave بشكل curve هذه normal يعني بس عندي هذه بالpermanent عفوا انتي بينما بالدس دي وستيد ألاحظ يكون flat curve of sp عدل أوكي وش لو كسب الانتر digitations شلو ما عندي أصلا الدس دي و سمول أرز ما بي يعني شار كسب أساسا بنسبة عفوا بنسبة للانسايزرز يكون مور vertically placed ok positions من الانسايزرز يكون مور vertically placed نجي نجي على المكس تنتي شن سبي راح قسم ها إلى ثلاث أقسام اللي هو الفرست ترانزيشنال سبي والانتر ترانزيشنال و السي ترانزيشنال سبي بالنسبة الفرست ترانزيشنال سبي هي مرحلة أنه يبدأ يكون عندي امرجنس أو الفرست مور يعني راح يبدأ هذا أول مرحلة انتقالية بالمكس تنتيشنز الصحي الفرست ترانزيشنال سبي اول مرحلة انتقالية شنو هو الاربشن من فرست برمين سبي يبدأ يطلع السي ويصر عندي ايضا اكس جي اكس جي بالدس وتطلع عندي البرمين انس او كي فهي الفرست الترانزيشنال سبي بالمكس تنتيشن سبي هو هو يطلع اندي سي ويتبدل الاي يطلع عن مكان السنترال البرمين سنترال انس او حتى البرمين انس اكس حسا احنا قسمنا المكس تنتيشن سبي قلنا قسمنا البرمين الترانزيشنال سبي او اكي وانتر و سبي في الترانزيشنال سبي هم ينقسم اول شي على الاي اروبشن وانتر او اروبشن وانتر اروبشن وانتر وانتر اروبشن وانتر تقريبا بياه عمور يطلع تقريبا سالسنوات زين اللوكيشن والريليشنشيب مع الفير اروبشن تعتمدي على شنو الموقع مات اللوكيشن وعلاقته زين بعض البعض مثل هو والأبر يعتمد على شنو يعتمد على الدستل سرفيس ريليشنشيب بيتوين أبر وانتر سكن سجي وسمولر اللوكيشن والريليشنشيب ما الفيرس بيرمنت مولر ما السيكس تعتمد لي على شنو تعتمد على الدستل ريليشن ما بين الأبر واللور إي سكن دستي وسمولر انه منه صاير ومنه موجود اندي آخر شي موجود الإي بعدين رح يطلع السيكس مصحح فإذا الدستل سرفيس ما الإي الأبر واللور الريليشن سبينات هو اللي رح يحدد لي اللوكيشن ما السيكس رح يعتبر يطين يفد قايد إلى قايد للإرابشن أوف سيكس بحيث أنه عدنا أثناء العمل يما الإرابشن أني أي جوال سبيس كرييت بايد كرياس حتى فسركم هاي العبار بايد كرياس أو دراوماتيك ديستركشن نحن مثل ما نقول العمية طاير التوث أوكي كومباوند كابيتس طاير الإي أو مثلا بس باقي روتات من عنده أو إستركتس باقي باقي مستركتس باقي مستركتس باقي مستركتس باقي مستركتس من إرابشن أوف سيطلع بمكان الصحيح فأي مشكلة بي أو مثلا بريمات باقي مستركتس باقي هذا رحي يصير فهي ميشي شفتين لفر مولار نتيجة إلى وجود أندي فزيولوجي خلال في primary dentition رحي يأخذ مكان الإي اللي هو المفروض الإي حافظ على مكان الفيف اندي البارت تو اللي هو الإكسجنج أوف إنسايزر إكسجنج أوف إنسايزر يقول أثناء الفرس التransitional periods أيضا أول أول part the first transitional periods هو إيرابشن أوف سيكسجنج أوف إنسايزر إيش رحي يصير بها الفترة إيش 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 عندي عادة المانديبيولار سنترل إنسايزر هم اللي يصير بيهم إيرابشنز بالبداية يعني من إيرابشنز الأول اللور للأبر سنترل إنسايزر لا اللور اللور سنترل إنسايزر عادة يصير بيهم إيرابشنز بالبداية زين والبرمننت إنسايزر عادة يكون لارجر من الأكبر البرمننت للبرايمري إنسايزر لا أكيد البرمننت إنسايزر يكون لارجر هذا متعارف علي كلكم من تبين هالفقرة هذه هذا الاختلاف ما بين الاسبايس نيد اللي يعني أحتاجه لأ أكوميديش إنسايزر البرمننت طبعا and amount of space available already for this this is called إنسايزر liability إيه مسؤوليتني إنسايزر هيا نسمي إذن هذا الفرق ما بين أنا شقد أحتاج من space حتى يقعد المكان إنسايزر صحيح شقد أحتاج space وشقد متوفر عندي هذا الفرق نصيح لإنسايزر liability عادة هذا يكون الإنسايزر liability بالأبر 7 مليم وباللور 5 مليم سواء كان upper أو lower شنو العوامل اللي راح يخليهم يترتب لي إياهم واني عندي permanent كبار وال primary صغار وراح ويجي طرع عندي يعني راح ال primary ويجي ال permanence وهو كبير شنو العوامل اللي راح تنظم لي ال occlusion أول شي النقطة الثانية شنو regulatory فاكتر عند increase in the inter canine width هذي شنو نورمالي الإنسا يعني الطفل داي يكبر كل ما يكبر عادة الجو ما داي يكبر مصح فال inter canine width راح يزيد عندي ايضا زيادة بال interior length in the dental arch كل وال provide م فهذا راح يجهز لي space to accommodate the larger permanent incisors نقطة الرابعة انه both maxillary and mandibular permanent incisors يطيني labial inclinations من راح يطلعون permanent teeth شوية يطلعون ما يطلعون يعني vertically لا راح يطلعون labial inclinations داي قدام شوية lower والأبر بحيث يطيني عروض اوكي لل arch تكون wider for the arrangements of larger permanent incisors قد ال inter transitional periods هي period الثانية من mixed dentitions وهذه عادة تكون relatively نسبيا lag face تكون no active tooth movements هذه المرحلة هي مرحلة اللي يعني عندي مستوية ما عرف اذا ماخذين انتو يعني اكيد ماخذين بالبكتيريا اذا تذكرون البكتيريا تمر ريش مرحلة lag يعني يكون مستوي اوكي فهي ما بيها اي تغيير lag face نسمي اوكي lag face no active tooth movements to occur dental arch comprised of both primary and permanent teeth ما عندي اي تغيير تغيير وين صار انتي صار انتي بالمرحلة الاولى هس نيجي بعدين عندي inter transitional period زي مرحلة انتقالية lag face ما بيها تغيير والمرحلة الثالثة اللي second transitional period بالmixed dentitions هذي اش تشمل اللي characterized by exchange of canines and premolars بالبداية راح يصر عندي exchange لكنين and premolars هاي الا will be our eruptions of second permanence molar اوكي نبدي هس نبدي بال exchange of canine and premolar وانه replacements and alignments of deciduous molars and canines ليش دي كو deciduous molars لانه deciduous molars in tue وانه 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 حافظ مسافة المن للفور وانه في premolars اوكي فالreplicements of the deciduous molars and canines by the premolar and permanent cuspid occurs in the face in phase or period رحصر عندي عمليات replacements ل d c d e ويتبدلون بالpermanent canine وال first with second premolars the space available for the canine and premolar كل limited هذه الاسпACE الموجود انجي يكون محدد محدد بيمان بالميجال surface then ميجال surface of first permanence molar forms its distal limits and distal surface of permanent lateral incisors يكون medial limit اذا محدد medial bemen محدد medial surface with lateral incisors and distal bemen distal limits من رح يمثل لي medial surface of first molar okay اذا شنو عندي عندي c d e رح يتبدلون بال 3 3 4 5 okay وهذه المنطقة تكون محددة limited area ما يحددها medial limit distal surface small lateral incisors ومن distal limit لها هو medial surface of 6 زين شنو ال regulator factors اثناء هذه الperiod اللي راح تنظم لهذا الperuption هو leeway space of nancy and ugly duckling stage واس راح نشرح هون احسن احنا بعدنا نحتي بال second transitional spirit حسنا. وقلنا صار عندي بالـ A تشمل لي الـ exchange of canines and the premolar كأول مرحلة. وشون راح يترتبون وقلت انه عندي المتدى space للـ eruptions of permanent canine and the premolar. فشون راح يترتبون الـ permanent teeth اللي راح تطلع كانت أول شيء فاكترز اللي هو الـ leeway space of Nancy and الـ ugly duckling stage. فسرح نشرح الـ leeway space of Nancy. الأول صورة اللي تزيت لكم إياها هي فتشي توضيحي للـ leeway space of Nancy. إذا تلاحظون بالصورة أنهم الميجو دستل with of permanence canine and premolar. تلاحظوا أقل من الميجو دستل with of deciduous canine and molars. سيكون شلون هذي؟ يعني هل أنه يعقل يعقل الـ permanent canine و premolar هم أصغر من الـ primary canine and molars seduous molars. مولار. إذا تلاحظون شكله يكون عريض وشوفوا بالصورة والـ roots يكون diverge وما أخذها مساحة واسعة. أوكي؟ فإذا عندي أني الميجو دستل with من الـ permanence canine and premolar هم يكون أقل من الميجو دستل with of deciduous canines and molars. هذا الفرق اللي راح يكون بالعرض هو اللي يمثل لي leeway space. هو اللي راح يمثل leeway space. ومحطوط بشكل يعني على جهة يكون بشكل مستطيل ومخطط. زين. obliquely. فحتى تلاحظون الفرق بالspace. هذا الفرق هو اللي نسمي leeway space. ولاحظنا أنه يكون بالمندبولار arch يكون greater than that of maxillary arch. الليوي space. بالأبر يكون 1.8 مليم. اللي هو إذا أجي أقسمها راح يكون 0.9 مليم on each side of the arch. وباللورة 3 و 4 مليم. يعني 1.8 مليم on each side of the arch. زين. هذا ال space اللي راح يصير عندي خصوصاً اللورة 3 و 4 مليم. هذا ال space يعني وين هيكون بش نرح يعني استفاد من عنده. لا. هذا استفاد من عنده. اللورة 3 و 4 مليم. او 1 و 7 مليم on each side. زين. راح يستفاد من عنده. اللورة 3 و 4 مليم. او 1 و 7 مليم on each side. زين. راح يستفاد من عنده. ال 7 من يطلعه. راح يتفع لل 6. بحيث يصير بيوتلزيشن الهذا. ال space هسا هذي آن وين هذا الفاكتور. شرحنا الليوي space. هذا شرحنا بالنسبة للكنين والبريمولرس. من يصير بهم قرب شرح يتوفر لي الليوي space. نصح لليوي space أو في نانسي. بينما بالانتيرير سيجمانس. قلوا شوية من شرحنا الانتيرير سيجمانس. بالعكس. ما راح يصير ما راح يصير عندي free space بالعكس راح يصير انه اني احتاج space متذك ومسا قبل شوية شرحناها لزين شرحناها قلنا بالمرحلة الاولى بالإكسشينج اوف انسايزرز لنا نلاحظ انه اكو فرق ما بين space الموجود والspace اللي ااني احتاجه اوكي بحيث انه اذا تذكروا قبل شوية مشرحناها انصيح لانسايزرز لايابلتي مسا قليلا خصいう يكون مجد 7 مليم ب�لور سيكون 5 مليم انا احتاج المضيف ع物 جميعه بحيث انهم اهم من تحتubers على سبيتسام مضبوط فقلنا أنه رح يستفادون من المكان الموجود اللي هي الفيزيولوجيكال رح يدفعون الكنين بحيث يزيد الانتركنين وينث هو الانسان يكبر ويكبر اضافة لأنه رح يصير بهم الانتركنين وينث هو الانتركنين وينث هو الانتركنين سوف نربط الموضوعين إذن لدي منطقة الكنين والبريمولر بينما الانتركنين وينث هو الانتركنين بالعكس يعني عندي رح يصير يعني ماكو سبيس بحيث الانتركنين بالأبر سبعة مليم اللي هو الفرق ما بين ما بين اللي احتاجه وما بين الموجود وبالنسبة للور يكون خمسة مليم زين نجي هسه نكمل الساكد ترانزيشنال سبيريد ونشرح العامل الثاني اللي يأثر علينا او العفو يأثر على النقطة الاولى اللي هي الانتركنين والبريمولر شرحنا الليوي سبيس هسه نجي على الأقلي داكلينج ستيج هسه نفتح الصورة الثانية مكتوب عليها أقلي داكلينج ستيج اللي هي مرحلة اللي الطفل شكله يكون مثل يعني يكون أقلي ويشبه البطة بحيث انه البارنتز يجون يعني يركضون انه شنو هايش صار ابني يعني أسنانهم طرعت للأمام هاي المرحلة الأقلي داكلينج ستيج تحدث بعمر ثمانية إلى تسع سنوات هي ترانزيشنس أو سلف كوريكتينج مال أكلوجينج مال أكلوجين يصير واحدة يصب بي سلف كوريكتينج مال أكلوجين واحدة يصب بي فهذه عادة نشوفها بالماكزيلاري انسايزار ريجين ما بين عمر ثمانية تسع سنوات أثناء الاربشنز مال بيرمنت كنين عمر ثمانية تسع سنوات أشوف الأقلي داكلينج ستيج اللي داسترشنه كنين يريد يطلع رح يبدي يضغط لي ميجيلي على اليمن رح يبدي يضغط لي على الروت مال لاترال انسايزار واللاترال انسايزار الروت مال رح يبدي يضغط لي على اليمن رح يبدي يضغط لي على السنترال انسايزار هم يتحركون ميجيلي والكراونات تتباع الدستالي بحيث يصير عندي داستيمة مفهوم؟ مبينة واضحة بالصورة بس تتبعوها بعمر ثمانية إلى تسع سنوات زين فصير اللاترال انسايزار يتحركون ميجيلي وبالتالي رح ينتقل الفورس على الروتس أوف سنترال انسايزار ايضا ديسي بليس ميجيلي وبالتالي رح يصير عندي دايورجنز للكراوز أوف انسايزار بحيث يصير لي كريايشنز اوف دايستيما بالانسايزار هاي شوية نطمن لطمن البارينز انه اهدأوا شوية هذي مرحلة هي انتقالية خلي يطلعون الكنينز وشوف ش رح يصير اللي رح يصير بعد هذي العملية البرمنينت كناين من يبدي يطلع اوكي من يطلع يعني والكراوز يطلع بها الحالة رح يبدي يضغط على الكراونات مالاترال انسايزار وبعدين السنترال انسايزار ويتنسى دايستيما اوكي ويرجع الموضوع طبيعي فمثل ما قلنا انه مجرد تهدؤون البرمنز فهذا الكنديشنز عادة يكون مجرد بها الحالة واحدة يعني يصير بكوريكشنز بينما يطلع الكنين ويقعد بمكانه الصحيح فرح ينتقل بها الحالة عندي البرجرز من الروتس الى الكراوز من الروتس بحيث يصير دايستيماد انهو يصير دايستيماد انهو للكراونات مال انسايزار ومن يطلع الكراو من الكنين راح يضغطي على الكراوز ويصير دايستيماد المرحلة التانية هي الاربشنز اوكي شرحنا الاربشنز او الكسشنج بالحقيقة الاربشنز او الكسشنج بالحقيقة الاربشنز يعني كل الاسنان اللي الديسجواس الموجودة عندي المهم يعني مختصر مفيد للموضوع ورا ما صار عندي الاربشنج الكنينز البريمولر والانتيرير ايضا قبلهم والفرس طالع من البداية وراها راح يبدي يطلع الاربشنز 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 يبدي يطلع بالاربش فالاربشنز بها الحالة ايش راح يصير بيكون شورتر ويراد لمساحة يقعد بي فراح يصير شورتر than that of the primary arch primary arch يعني قبل ما يقصد بي قبل ما يطلع قبل ما يطلع الاربشنز الاربشنز راح يصير الاربش شورتر فمنين راح يستفاد شورتر يصير عندي مساحة الى second permanence راح يستفاد من الليوي سبيس انا مو قلنا الليوي سبيس بشنو بشنو استفاد من عنده ميجيال ادريفتنز اوف مولرد اذا هسا هذا هو راح يطلع الاربشنز ورح يصب ميجيال ادريفتنز الاربشنز ويدغوط لعه الاربشنز ميجيال ادريفتنز وبالتالي راح استفاد من الليوي سبيس اوكي هسا خلصنا المحاضرة مالتنا اي سؤال كتبو ليا بتعليق شكرا 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 شكرا